أهلا بكم مشاهدين نواصل وإياكم بمحطاتنا في فلسطين هذا الصباح واستكمالا لمتابعة موضوع جرائم الاحتلال بحق الإعلام الرسمي بحق الهيئة الإذاعة والتلفزيون ومحاولات بنكفير أيضا الذي يحاول فرض عنصريته على الأسرى على الشوارع الفلسطينية على القدس وأيضا على صوت فلسطين الذي يصدح داخل العاصمة القدس حاولت تكرار العمليات التي يقوم بها أغلق مكتب تلفزيون فلسطين والإجراءات التي يتخذها بحق الإعلام الرسمي واليوم يمنع أي شركة تعمل مع تلفزيون فلسطين تنادي بصوت فلسطين ويتم استدعاء كل من يعمل مع تلفزيون فلسطين ومحاسبته وتوقيعه على اختار بعدم العمل يعني العديد من الإجراءات التي قام بها الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الماضية ولكن نتحدث اليوم بتفاصيل أكثر مع الأستاذ يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام صباح الخير وأعلى وسهل فيك أستاذ يوسف المحمود يوم أمس كان بحضور القناس والسفراء من دول مختلفة المتواجدين طبعا بفلسطين وبحضور المشرف العام الوزير أحمد عساف الذي قدم رسالة هامة جدا في بتعلق بالانتهاكات والاعتداءات بل والإرهاب الذي يمارس على الإعلام الرسمي تحديدا في فلسطين نعم دعونا في البداية نترحم على أرواح شهداء شعبنا وشهداء أمتنا وآخر شهداء كان أمير أبو خديجة في قرية شوفة في طول كريم الذي استشهد قبل قليل وكذلك دعونا نرفع التحية إلى أسران الأبطال وهم يسيرون على درب الحرية إن شاء الله أما فيما يتصل بجرائم الاحتلال وانتهاكات الاحتلال واعتداءات الاحتلال ضد الإعلام الوطني الفلسطيني وآخر ذلك كان ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ضد صوت فلسطين إنما أعلن عنه ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنه أغلق صوت فلسطين هو ليس صحيحاً صوت فلسطين سبكوه وأغلقوا يعني أغلقوا ستوديو تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس ولكنه هو سارع إلى إغلاق الشركة التي تقدم الخدمات لهيئة الإذاعة والتلفزيون كان لا صوت فلسطين أو لا تلفزيون فلسطين هو جاء ليسجل نصراً بتبجحه وقوله بأنه أغلق صوت فلسطين أو أغلق تلفزيون فلسطين ومنعه من العمل في القدس وقال عبارات أخرى بأن هذا وسيلة الإعلام الفلسطينية هذه الرسمية هي يعني تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وأنه أقدم على هذه الخطوة بسبب ما سماه التحريض وقال إن مكان صوت فلسطين أو مكان تلفزيون فلسطين هو في سوريا وليس هنا يعني على كل حال هذا ما أراد بن جفير أن يأتي به وذلك بعد إخفاقاته الكثيرة في قراراته سواء التي تتعلق بالخان الأحمر أو بالشيخ جراح أو حتى في عمله في الشرطة لأن المحكمة لديهم أوعزوا له بأن لا يتدخل في المسائل العملياتية للشرطة وكذلك الأمر يصفونه في الإعلام الإسرائيلي بأنه مشع الحرائق ويطلقون عليه الصفات التي لا تليق بصاحب هذا المنصب هل جاء الآن ليسجل نصرا على تلفزيون فلسطين ولا على صوت فلسطين هو مرة أخرى أقدم أو أصدر قرارا احتلاليا بإغلاق الشركة التي تزود تلفزيون ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن اتصل عشرات بل مئات المواطنين المقدسيين الأحرار وأبدو استعدادهم على أن ينوبوا عن المراسلين وأن يزودوا وأن يعملوا مراسلين لتلفزيون فلسطين ولصوت فلسطين نعم أستاذ يسف وكذلك أن يزودوا تلفزيون فلسطين بما يريد نعم هذا ما اعتدنا على أبناء شعبنا فالتغطية مستمرة بالمواطنين واليوم مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي أيضا أبناء شعبنا في القدس وفي أكثر من مكان دائما هم مصدر للمعلومة أستاذ يوسف على صعيد أيضا الحراك الإعلامي والحراك الدولي بما يتعلق بإغلاق الاحتلال وهذه الجريمة بحق إعلام رسمي يبت من عاصمته القدس كيف هي أجراءتكم؟ مهم الموقف الدولية التي تدفع لوقف هذا الانتهاك بحق الإعلام الرسمي ولا نريد فقط تنديد نعم دعني أن أشير إلى التظاهرة بالأمس في الحقيقة التي قادها معالي الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي وشارك فيها القناصل وسفراء من الدول العربية والغربية وكذلك شارك فيها إعلاميون وكتاب وكان هذا اللقاء الذي يوصف بالحق بتظاهرة ضد هذه القرارات الاحتلالية ضد الإعلام الوطني وضد الإعلام الرسمي الفلسطيني وبالتالي فإن هناك بالتأكيد استمعنا إلى إدانات واستمعنا إلى رفض أيضا لمثل هذه الإجراءات المشرف العام قدم شرحا تفصيليا كاملا للاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية منذ سنوات طويلة في تعقب الإعلام الفلسطيني وفي الاعتداء على الإعلام الفلسطيني سواء بتفجير المباني كما حدث مع حقيقة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية عندما فجروا المبنى في أم شرائط في رمالة في عام 2002 وكذلك في قصف المرسلات وقصف أيضا المباني واستشهاد الزملاء والزميلات الصحفيين خلال هذه الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية بالمناسبة أيضا نود الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرى تهديدا في الإعلام الفلسطيني سواء في إذاعة صوت فلسطين أو تلفزيون فلسطين أو أي وسيلة إعلامية فلسطينية أخرى وهو دائم التعقب ودائم التحريض هو الاحتلال الإسرائيلي على الإعلام الفلسطيني ويتهم الإعلام الفلسطيني بالتحريض ماذا يعني هذا التحريض الذي يصفه الاحتلال ولماذا الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الإعلام الفلسطيني باستمرار وبشكل مستمر لأن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن الإعلام الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ أيضا من مسيرة الحرية الفلسطينية فقد بدأ الإعلام الفلسطيني ونشأ الإعلام الفلسطيني جنبا إلى جنب منذ نشأة النضال الوطني الفلسطيني في العصر الحديث وبالحقيقة قام بدوره هذا الإعلام خير قيام هل نتوقع أيضا أن يكون هناك إجراءات فعلية على أرض الواقع طبعا لممارسة الفلسطيني وتحديدا تلفزيون فلسطين من عمله سواء في القدس أو في الداخل بحرية وبكل مزاقية بكل موضوعية ربما يكون هذا الضغط من المنظمات تعنى بالدموقراطية والحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان أختي العزيزة تعلمين أن العالم يكيل بمكيالين وبمكيال كثيرة أيضا استمعنا بالأمس أيضا خلال اللقاء الذي جرى في هيئة الإذاعة والتلفزيون عندما تمت المطالبة على الأقل بالالتفات إلى الانتهاكات والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية هكذا طلب المشرف العام وطلب أخي نقيب الصحفي الناصر أبو بكر في القناصل والسفراء طالبوا وقالوا لهم قولوا لدولكم أن ينتبهوا إلى ما يجري من أن هذه الدول تعاقب الفلسطيني تعاقب الإعلام الفلسطيني وتسمح لإعلام الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي الذي يعادي يضج بالعدائية والكرهية ضد الفلسطيني وضد كل ما هو فلسطيني وبالتالي هذا مطلوب وهذا ما ندعوه ونكرر ونجدد الدعوة إلى هذا العالم وهي لها تلك المنظمات الدولية إلى أن تنحاز إلى الحق وتنحاز إلى الحق الفلسطيني لأن الفلسطيني هو صاحب الحق في هذا شكرا جزيلا لك